اشتركوا في القناة هل هناك تجديد في كل المديريات التربية وإعادة النظر في هذه المناصب؟ هذا أمر طيب جداً لو سنسيره في هذا الطريق هناك أساتذة طبعاً لا نشحق نشاركه في هذه المسابقة لأنه المرسوم التنفيذي 1357 واضح ما أعطان لاش الحق لكن اللي مضلوم في هذا هو الأستاذ المكون لأنه الأستاذ المكون نعرفه باللي إجتاز هو يعني كيكون رئيسي أستاذ كيكون رئيسي عنده طريقين ييروح مدير مدرسة ابتدائية ييروح أستاذ مكون المدير مدرسة ابتدائية أعطوا له الحق أنه يشارك في هذا وهذا جميل جداً طبعاً لأنه مهما كان زملائنا ورغم مدرأة أعنا لكن الأستاذ المكون حرموه من هذا الحق وهذا يولي الظلم بالنسبة للأستاذ هو الواقع الآن أنه مدرأة التربية عندما يعين في ولايته دائماً نسمعه باللي هناك تجديد في رئيس المكتب والأمين العام ورئيس المصلحة يعني يجيب كل مدير تربيات قريباً خليني نقولها بصريح العبارة يجيب الحاشية دياله في أغلب مديريات التربية كين مشاكل لأنه هذا التكليف اللي خرج عن المرسوم التنفيذي ماهوش في صالح قطاع التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر